اشتركوا في القناة وصفة لأكلة تقليدية قبائلية 100% وراني متأكدة بلغر القبائل اللي طيبوها وحتى القبائل يعني كاين غير دي بلاس اللي طيبوها مشي كامل القبائل يطيبوها يعني لو كانت قولي لأي واحد تحفوط المرقة ما راحش يعرفها وكانت خير يعرفوا جوز تحفوط واللي هي بالعربية لمشوشة ضنك لبنات باش نطيبو هاد الأكلة واش نسحقوا نسحقوا البيض حسب أفرد العائلة إذا راكم حابين جيكم كبيرة حطوا بزاف وإذا راكم حابين جيكم صغيرة يعني افردت العائلة تعكم ماشي بزاف تقدروا تستعملوا ثلاثة لأربع بيضات أنا هنا استعملت سبع بيضات بيضات بيانسور غسلتهم وكانوا جدود كانوا في التلاجة وتأكد باللي باللي مارهم شفستي طوك احنا ينكسر كامل البيضات تاعة دونس نغيسيبيون ومبعد نزيد عليها لاليفورشيميك أنا هنا يا سبع بيضات سقامولي زوجباكي دولاليفورشيميك ومبعد راح نزيد عليها سبع مغارف تاعة دقيق يعني سبع بيضات سبع مغارف تاعة دقيق زوجباكي تالاليفورشيميك وتانيك الملح هذا وش نسحقه كما قلت لكم إذا لكم ستستعملوا تتبيبات لربعة بيضات ستستعملوا بارك أنساشي تالاليفورشيميك طوك هنيا بدتنا نحط لاليفورشيميك تاعة دقيق في الغيسيبيو فوق البيض ورايح نزيد عليها الملح ومبعد نزيد عليها اتقيق ثلاث مغارف وما راحش نحركها بزف بزف حتى كيمال الكيك ولا كيمال السابلي وما راحش نحرك هذك البيض بزف راح نحركه قصب بارك مع هذك الجندوف الاصفر البيض والبيضة تذوب مع مبعد نزيد يعني ما راحش نحركها بزف ومبعد نزيد سبعة مغارف بتاع دقيق ورايح نسيئ انه نذوب هذك الدقيق في الخاليط وهذا مكان نولي والسوجة احبوباتي كما قلت لكم هذي الوصفة جبنصفة كايم بزف اللي يطيبوها سيف غيكو كامل فلالجيري نغمان مو يطيبو ولا يعرفوا المشوشة احنا نقول لها تحفولتين ثم اللالين واللي هي كسرة ولا هكا تحفولت بالبيض هكا نقول لها كي الناس اللي يشربوها بارك بالحليب ويشربوها تاني هكا كي يكون عندهم مناسبات تعلمرة كي تزيد يطيبوا لها تحفولتين ثم اللالين واللي هي لمشوشة ولا في المناسبات كي ماليفيونس كي مالخطوبية هكا يطيبو هاد النوع من الاكلة التقليدية بالصحة هنا يا واننا ساكنين نطيبو هاد الاكلة يا البنات نطيبوها اه نهار اللي تتزوج فيها العروسة ونهار التالي شغل ونهار هادك اللي تروح لدراجلها ونهار المواليد اخواز يمجو هادك هادا وش نطيبوه يعني نطيبوه ثحفو لست ملالين نطيبوه بزاف المشوشات ونحطوهم كغداء لهادا كمهار ذوك هنا ما رحش نتوقف في هاد الشي يعني ببارك نحكي لكم انجينيغال كيف هنكلو هادا فحفو لتنث ملالين في المرقى يعني المشوشة في المرق ذوك ما رحش نخليها هكتاك رح نوريلكم كيف هنطيبها وبعد رح نكمل الوصفة ذوك هنايا في اليوم يعني اللي بات حبيت نحكي لكم هادا رح القاز ما كانش القاز دفيل في البيت اه اغوزمو كان عندي نقرعات تعال الغاز كانت يما مخبيتها ووجبتها وضونك احنايا في الطابونا كما تقولوا نحط مقلة ونحط اكيبالو 5 ملاعق تازيت اكيبالو المقلة تاعكم اذا كان المقلة تاعكم كبيرة حطوه 6-7 ملاعق تازيت واذا كانت صغيرة حطو 3-4 ملاعق تازيت وهي ما تشدش وقت نحط كامل هاداك الخليط في المقلة وعلى زيت يكون سخون وكما راكم تشوفوا الطابونا نقصت لها بالكامل اعلاه باش هكذا تطيبلي من تحت وتطيبلي من داخل وما تتحرق لاش اون بلوس تتنفخ لها كنحطها كامل في المقلة نبدأ نيطاليها هكا بلا كوية نروح لها غير بالعقل بالعقل وما تخافوش منها اذا راكم حابين تسيوها روحوا لها غير بالعقل يا لبنات ايطالي وها باش هكذا السمكتها يجي متوازية وكما راكم تشوفوا او بلوس تمشي بالخفية يعني ما رايش حاجة جمدة تكون خفيفة نوعا ما هنا كما راكم تشوفوا السمكتها كامل بلا كوية ووجات اون نيفو تاع المقلة يعني جات سوا سوا مع التاع المقلة وكما راكم تشوفوا كما قلت لكم نقصت الطابونات تاقي وهنا هي رايحة نغطيها نخليها هكا 10 دقائق وكما قلت لكم طب وانتاعكم لازم تكون ناقصة نرتاها هادئة جدا باش هكذا تطلع لكم وطيب تكون حمرة هنا كما راكم تشوفوا جي ايطالي كامل هذي كلابات على المقلة ورايحة نغطيها عشرة دقائق وكي نكمل كما راكم تشوفوا اغطيتها وطلعت لي شوفوا من تحت راهي طابت اولاد دوري يعني لون ذهبي طبك انا عايت لي ما باش تقلبها طبك كايين اللي تقلبوها بالطبسي انا خوفت سان سيرمون لي ما تقلبها بهذه الطريقة التقليدية بدو بابي يعني منه ومنه وقلبتها يعني والفوقة كانت يعني مجمدة كانت متماسكة جدا سينو اذا ما راح ما تكون لكمش متماسكة من الفوقة قبل ما تقلبوها رايحة تسيح لكم هذي كلابات ضعوك اني نصح لكم انكم انكم تكون جامدة كامل خوفت الفوقة ووتي تقلبوها بلاسيات تشدوا هذيك الازاسيات بلا تضعوها فوق هذيك المشوشة وتقلبوها على بالبلا مجموثي يعرفوا هذي الطريقة سينو هكا بلافii صالي داتها مع مغ كو دوبابي هكذا وقلبتها لذلك هنا نقطع فيها ونقطعها على وي مقصر هذه هي لا أريد أن تكون لكم لا تكون لفيديو طويلة في كوتي واحد اخر جيبخيباري المرقة مرقة تكون مرقة و لحساء يكون عادي جدا بصلة بطاطا و الكاروت تشبه شوية لمرقة الكسكوس بسح ما تحطوش فيها لا تحطوش فيها لا تحطوش فيها غير الخضرة البطاطا و زرودية والاكورجيت والحمص هذه هي لصوصتها تبريباريوها وتخليوها دو كوتي بعد ذلك تكملوا تبريباريوها كامل وتخليوها دو كوتي ثم لا توجدوا المشوشة المشوشة لا تكون بالفارينا سوف تكون بالفارينا سوف تكون بدقيق 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 الخشين سينو راح يشرب الكامل هذيك البيضة راح يكون بدقيق الرطب هنالك كما تشوفوا هي راح يطيب و انا راني انقسم فيها شوفوا البمات هاد الاقلاء والله العادة مغير جيبنينا بالبزاف بالبزاف احنا كامل نحبوها و نعشقوها كبير صغير عجوز 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 كامل يحبوها بس كنت جيبنينا بالبزاف كما تشوفوا وهنا الحبكة التي تتاعد كيفها كيفها تتلت خفيفة بسك من الداخل و أم بلوس جيبنينا هنالك ايوش راح ندير راح نخليها تبدغير شوية هكا راح نحط المرقة التاعد على النار راح نعود نرجع هذيك المرقة على النار و راح نحط كامل هذيك الحبات داخل المرقة هنواري لكم وتشوفوا اه حبيت نقول لكم يا لبنات باللي اول مرة يعني نجرب هاد النوع من الاكلات التقليدية وعني نجربها معاكم فولا لسوستا كيفها راهي ديرا راهي حمرة اه وفيها البطاطا والحمص والبصر وزروتيا هذا وش كاين فيها يعني تقدرو تستغنو حتى على زروتيا ولا كوغشة تقدرو تحتو غير البطاطا والبصر والحمص يعني وش كاين في التلاجة نبدأ نحط الحبات التاعية كما يكون تشوفوا حبوباتي نحطهم كامل وما نخافوش وهي هكذا كعلى نار ما مسيكوا تحطوا لكونتية كبيرة تاع المرقى مي نغمال هي هذيك المشوشة حتشربها كامل هذيك حتشربنا كامل تحفوط المرقى هكا نحطها على نار نحطها على نار على نار ما تكونش هادية بالبزة فحتكون نغمال وراي حتشربنا كامل هذيك المرقى حتخليها كأين صوص غير بشوية كما لكم تشوفو هنا يا راحي شربتلي كامل هذيك المرقى وقعد لي غير شوية في الداخل نحن كما لكم تشوفو حبوباتي نحيت كامل هذيك المرقى نحن تنحيوها يعني متخليوها شفر المرقى كي تشوفو شربت كامل تنحيوها ولا تسير بيو هكذا تحطوها في دونزة هكذا وتقدم بهذا الطريق ولا حبوباتي فولا لبنات اليوم قدمت لكم أكلات تقليدية أمازيغية واللي هي تحبولت نتمنى لينذي المرقى نتمنى أنه هذي الفيديو يعجبكم فولا حبوباتي اليوم قدمت لكم أكلات تقليدية قبائلية واللي هي لمشوشة في المرقى نتمنى أنه هذي طبق تجربوه ويعجبكم نقول لكم شكرا نتلقوا في فيديو الجاية إلى اللقائق